حذرت منظمة أهوازية من كارثة بيئية قد يتسبب فيها بناء سد جديد تنوي إيران إقامته على نهر ديز في شمال مدينة الصالحية بارتفاع 300 متر. ويرى نشطاء بأن بناء هذا السد بالإضافة إلى السدود التي بنيت سابقا على نهر ديز سيدمر بشكل كبير البيئة كما سيؤثر على الغابات المنتشرة ويزيد من مشاكل المزارعين الأهوازيين المتفاقمة أصلا نتيجة الجفاف وقلة المياه في المدن الأهوازية التي يمر بها نهر ديز كالصالحية ودور أتاش وتستر. وترى منظمات أهوازية أن تلوث البيئي جراء تحريف مجرى الأنهار الأهوازية وعدم ملاحقة الشركات والمصانع التي لا ترعى الضوابط البيئية أدى إلى امتشار أمراض خطيرة منها أمراض القلب والسرطان الذي ينمو بشكل سريع في الأقليم حيث سجل إصابة 6000 شخص بالمرض سنويا. وحذرت جهات طبية أنه إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا المرض فسوف يصل عدد المصابين بالسرطان بأنواعه في الأهواز بحلول عام 2030 إلى 155 ألف حالة. حيث تشير الإحصاءات إلى أن السرطان يفتك بنحو 7000 أهوازي سنويا وتتهم منظمة أهوازية النظام الإيراني بمناء عشرات السدود على أنهار في الأهواز لنقل مياهها لمناطق أخرى بهدف تشفيف هذه الأنهار وإجبار ملايين الأهوازيين على بيع أراضيهم الزراعية وترك قراهم ومدنهم والهجرة إلى خارج الأهواز. هنا محمد بخشم العربية ترجمة نانسي قنقر